حكا يا جماعة إذن إحنا إن شاء الله في الشابتر الأخير من هذا المساق مثل ما حكينا وصلنا وحكينا عن السيل سايكل دورة حياة الخلية المرة الماضية وحكينا إنه لابد من عملية الانقسام في الخلايا للتجديد لتعويض التلف لتعويض النقص اللي بيتم وحكينا إنه الخلية بتعمل ديفجين بدخل بالسيل سايكل وقسمنا السيل سايكل إلى أقسام حكينا الانترفيز عنا بيشكل 30% من دورة حياة الخلية والمايتوتيك فيز اللي هو الجزء اللي بيتم فيه كمان عدة أطوار مختلفة قسمناها إلى البرول فيز والميتافيز أنا في فيز انتلوفيز انتهاءا بالسايتو كينيز اللي هو انقسام السايتو بلازم اللي بيصير في داخل الخلية والخلية اللي طبعا دخلت بالسيل سايكل اللي راح تنقسم وتحول إلى خليتين في نهاية السايكل إذن تعرفنا كمان أو حكينا باختصار عن التشيك بوينت عن الحواجز الموجودة ما بين كل فيز وفيز وحكينا الخلية ما بتقدر تنتقل من فيز إلى آخر إلا حين ضمان الانتهاء التام والصحيح من الفيز اللي بتكون موجودة فيه على سبيل المثال في هذا الكيس عندنا الجي وان فيز ما بتقدر الخلية تروح على الاس فيز إلا حين الانتهاء وتأكد بشكل عام من جميع المطلوب منها في الجي وان فيز وهكذا بعد ما انها عملت دياني ريبليكيشن في الاس فيز عملت دياني سينفاسيز تمام والجي تو تأكدنا إن كل هالدياني تم نسخه بالشكل الصحيح تم الانتهاء منه بالشكل المطلوب لن تستطيع الخلية كمان الانتقال إلى الميتوتيك فيز إلا حين التأكد من الجودة الدياني اللي يصل لربليكيشن الانتقلية تبعة الدياني ما في عنا ميوتاشنز ما في عنا طفرات ما في عنا لوس ما في عنا أي نقص في الدياني في الكرموسومز هاي اللي تم الربليكيشن اللي في الاس فيز بعد ما نتأكد إذن تعدي هذي التشيكبوينت بنعدي هذا الحاجز وبندخل في الميتوتيك فيز اللي قسمنا زي ما حكيت إلى أطوار هناك بيصير عملية اللي هو الديقراداشن للنيوكلير انفولوب بسعرنا ريليز للكرموسومز تمام بتيج الخيوط المغزلية بتمسك مع الكينيتكور مع هاي الكرماتيد وتشدها كل باتجاه مختلف وبالتالي الكرموسومات اللي يصلها مضاعفة في الاس فيز بتنقسم إلى قسمين في خليتين بننتهيك أيضا في عملية هين بسامي السايتو بلازم اللي هي السايتو كينيزز فايك الخلية بصيرتين في هاي المرحلة إذن هاي الحواجز التلات تمامنا نتعرف عليهم التفاصيل أكثر اكثر إذن زي ما حكيت الحاجز الأول الخلية قررت أنها تعمل إنقسام تمام نتيجة حصولها على إشارة خارجي تمام كل هذا الكلام بعدين بعد ما عملنا الريبليكيشن بنيجي على الحاجز الثاني اللي هو الخلية بتتأكد إنه الدياني صار عندنا بشكل تمام بشكل صحي مثل ما حكيت وبعدين بنيجي للحاجز الثالث اللي هو فيزة هو نتأكد الخلية إنه كل الكرموسومات اللي بديتم عزلها وقسمها إلى قسمين متصلة بشكل وثيق مع الخيوط مع المايكرو تيكيبيوز مع السبند الفايبر إذن شو اللي بصير في الجي وان إسفيز إذا حكينا أكثر ديتيلز إذن الجي وان إسفيز زي ما حكيت الخلية بتحصل على إشارة داخلية خارجية للإنقسام طبعا هذه الإشارة إلها علاقة طبعا أو لازم تتأكد الخلية قبل البدء بالإنقسام من الصيز إنه هل الخلية الحجم تباحها كافي إنها تعمل نيوتريينتز كمان الغذاء والطاقة والفود إنه الإنزيمات اللي إحنا بنحتاجها لعملية الإنقسام عملية تضاعف الدياني على سبيل المثال الدياني بوليمريز وغيره إحنا بدنا طاقة بدنا ATP مصدر هاي الطاقة من يوتريينتز هاي الخلية هل عندها الكمية الكافية من النيوتريينتز إنها تقدر توفر له هاي الطاقة اللازمة لعملية الإنقسام كمان الموليكتر السيجنالز هاي الخلية عملت ريسيفينج للبوزيتيف كوز اللي هو البروث فاكتورز ولا الـ ECM فاكتورز أو إلى آخره أو إشارات من خلايا مجاورة هل كانت كمية هاي الكافية من الإشارات إنها تحكي للخلية هاي تعمل إنقسام أو لا كمان الدياني انتيجريتي هل الدياني في مشكلة في ميوتاشنز في طفرة محطم ناقص كل هذا الكلام متأكد منه إذن في الـ G1S phase كمان الخلية زي ما حكيت بتحصل على الـ GoHead Signals إشارة بتحفزها لعملية الإنقسام مجرد ما حصلت على هاي الإشارة الخلية بتصير irreversible يعني خلص بصير عندها commitment انتماء إنها بتتعمل division وبتتنقسم الخلية إذا ما حصلت على الـ GoSignals It exits the cycles بتطلع من السلساكل بتروح على الـ G0 phase اللي هو الـ Non-Dividing State حكينا في الـ G0 phase على سبيل المثال إن الـ Lever Cells بتنقسم ممكن مرة ولا مرتين بالسنة ومعظم الوقت بتكون في الـ G0 phase وبتنقسم إذا أجاها إشارة فزتها لنقسام إشارة خارجية الـ Nerve Cells والMuscle Cells حكينا إنهم بيكونوا معظم وقتهم طبعا في الـ G0 وما بنقسموا Cheap points الثاني إذن to make sure بعد ما عملنا replication للـ DNA وسynthesis للـ DNA تأكد إنه the cell division goes smoothly أنتجنا DNA بشكل صحيح موصل والدامج ما في عليه أميوتاشنز تمام؟ قبل ما ندخل في الميطو تكفيز اللي هو عملية السيبراشن وقسم هذي الـ DNA لصالة الـ Replication إذن في هاي الحالي في هاي الـ Stage إذن the cells will check DNA Integrity مثل ما حكيت حالة الـ DNA تمام صالة الـ Replication دون أي مشكلة DNA Replication was the DNA completely copied during the S phase ولا لا طبعا إذا صار فيه عندنا detection كشف عن أي خطأ ممكن يصير يعني الخلية وهي تعمل check وجدت إنه فيه عندي خطأ هماك صار في الـ DNA Replication السلسايكل بتوقف في هاي المرحلة وبعدين بنيجي نعمل ايش؟ check بنيجي نفحص الوضع بيجي تفحص شو اللي صار؟ هل هذا الـ DNA دمج اللي صار؟ نستطيع إصلاحه؟ نستطيع تصليحه؟ إذا يمكن بنصلحه وبنكمل في السلسايكل إذا لا يمكن إذا كان هذا الدمج سيفير كثير هذا الدمج كبير والخلية ما بتتحمله فالخلية بتقرر تعمل إيش؟ أبو بتوزد انتخار فبتروح بتموت حالها حتى نمنع من عملية انتقال لهذا الـ DNA إلى الدوتر سيلز وهذا الـ DNA إذا كان فيه خطأ مشكلة كبيرة ينتقل للخلايا الدوتر ويتورث تصير فيها مشكلة كبيرة في الجسم إذا ما كشفنا عن أي مشكلة في الـ DNA إذا تستمر عملية الـ cell cycle وـ the checkpoints mechanism بصير عن البروتينات اللي بتطلب وجودها لعملية الكرموسوم تشكيل الكرموسومات على شكل الـ X شيء الكرموسوم تحطم حتى تخرج الكرموسومات منه تبلش تظهر الخيوط المغزلية من السنترسوم تمام والـ مجموعة كبيرة رح نحكي عنها لاحقا شو أهميتها وشو وجودها وشو بلزم الحاجز الثالث اللي هو الـ إذن لأنه هذا السيباريشن للسيست الكرموسومات اللي بصير في الـ أنافيز يعني ما بنقدر نرجع إذا وصلنا الـ cell cycle or the cycle will not proceed ما رح نقدر نمشي في الـ cell cycle ونعزل هذه الكرموسومات بل ما نتأكد إنه كل الخيوط المغزلية اللي بنا إياها ترتبط مع هذه الكرموسومات رابطة بالمكان الصحيح بالشكل الصحيح بالشكل الكامل المتكامل إذا خيط واحد مش ماسك مع أحد هاي الكرموسومات أو الكرموسومات أو الكرموسومات لن تستطيع الخلية إكمال السيل cycle ولن تستطيع الانكسام إذن before anaphase قبل الانaphase اللي هي مرحلة شدة الكرموسومات وسحبها كل على قطب مختلف من إقطاب الخلية الخلية بتشك بتفحص إنه كل الكرموسومات هاي اللي موجودة بدو يصير لها قسم في الخلية ماسكة مع المايكروتيبيوز ولا لا تذكروا الكرموسومات هذا الزر التشابك اللي ماسك الكرموسومات مع بعضهم البعض تمام هناك تمسك الخيوط المغزلية في هذا المنطقة في الكرموسومات نتأكد إذا ميش ماسك المايكروتيبيوز ميش ماسكي مع هذا الكرموسومات فبالتالي بصيح لنا إصدار إشارة من الخلية اللي هو المات 2 بروتين المات 2 بروتين بروح بعمل سابريشن لعملية اللي هو الاستمرارية في الانقسام فبتوقف عنده عملية الانقسام لحين إعطاء فرصة كاملة للخيوط المغزلية هاي إنها تمسك مع هالكرموسات الكرموسومات الكرموسومات وبالتالي بعد ما تمسك هذا القيوط مع الكرموسومات نستمر في عملية السيبراشن وعملية الانقسام إذن زم ما احنا شايفين هون السلساك العملية معقدي وفيه عنا لابد من جهاز تحكم ونظمة تحكم في عملية الانتقال من فيز إلى آخر والانتقال من مكان إلى آخر والتأكد من كل هذه العمليات حتى إنه نتأكد إنه ما صار عندي أي خلل ما صار عندي أي مشكلة في عملية الريبليكيشن للدياني حصول على خليطين من الخليل أم إذن هذة الخطوات المتتابعة تمام بتحكم من خلال جهاز تحكم في داخل الخليل بالسلساك أذن البروتينات اللي نح نتعرف عليها هي تشتغل كسويش أون ووف من هاي اللي بروتينات اللي هي السايكلين والسايكلين ديبندن كايناز إذن هاي اللي بروتينات هاي بتحكم بالسلساك وهي اللي بتخلي بخليه تنقسم أو لا أو تنتقل من بيز إلى آخر إذن الإنزائم اللي مسؤولة عملية الفوسفيروليشن وعملية الأكتيفاشن للبروتينات المختلفة اللي بتعمل السل سايكل إفنز إذا سابق وإحنا عرفنا شو يعني كينيز الكينيز هو الإنزائم اللي بضيف فوسفاتي جروب على البروتينات وبس أضيف أنا فوسفاتي جروب على البروتينات شو بعمل بعمل فوسفيروليشن شو يعني فوسفيروليشن يعني بعمل وعكس الكينيز حكينا الفوسفاتيز عشان هيك بتحول البروتيه من ال ferment قينيز بحول البروتينات من ال放تغفاتي إلى ال zinc وبالتالي في عدنا كمان السايكلينز باللون الأحمر هون هاي السايكلينز هي اللي بتحفز وبتعمل الانزائل السيدي كيز. السايكلينز are proteins whose level rise and fall. تركيز هاي البروتينات برتفع وبقل في الخلية حسب المراحل المختلفة من السيدي كيز. سايكلين سميناها سايكلين because their concentration vary within the سايكل. I said before, سايكلينز are the main regulator of سيدي كيز. إذن المنظمات المسؤول عن التحكم بالسيدي كيز هم السايكلين علشان هيك الرتباط السايكلين مع سيدي كيز مهم. وال gravitation سيدي كيز بيتم بعدما انها ترتبط السايكلين معها. إذا ما ارتبطت السايكلين مع سيدي كيز ما بصلها quindi. بالتالي مهم جدا ارتباط السايكلين مثل ما احنا شايفين هون بسيدي كيز حتى يصلها عكتي فيشن وحتى يصير عندها قدرة سيدي كيز لها تعمل pods أنها تعمل عكتي فيشن للاستمرارييا بال snail cycle. تمام زي ما احنا شايفين هون السايكلين يمسك مع السيدي كيز بشكل هذا الكمبكس. هذا الكمبكس بحول التارجيت البروتينز من الان اكتيب الى الاكتيب فورم وبعد ما اني انا اخلص السل سايكل بصير الديجراداشن لهذه البروتينز وبنتنتهي عملت السل سايكل بين قسام الخليق الى خليتين وبالتالي يتم بناءهم ويتم ارتباطهم عند البدء في سل سايكل جديد وان قسام جديد وبترجع العملية هاي نفس اذا في عدنا مجموعتين من السايكلين المجموعة الاولى اللي هي الجي وان السايكلين طبعا هاي مهمة جدا للكونترول في الـ checkpoints الاولانية وفي الفيز الاولانية اللي هو يعني الخلية بدها تنتقل من الجي وان فيز الى الاس فيز لابد من وجود الـ activation للسايكلين دي وCDK4 and 6 كمان وجود السايكلين اي cdk2 complex تمام بالاضافة لوجود السايكلين اي cdk2 هذول هم اللي بيحفزوا انتقال الخلية من الجي وان فيز الى الاس فيز هذا الحكي مهم في عدنا كمان الجروب التاني اللي هي هاي مهمة كمان لتتحكم بالسايكل والانتقال من الجي two phase الى الميتواتيك فيز الى الام فيز هذا الحكي بالطلب وجود عنه السايكلين بي اللي بيعمل اللي عميت الانتقال من الجي تو فيز الى الميتواتيك فيز زي ما احنا شايفين هوان هاي عنا السايكلين اي 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 ا وفصلهم في خليتين مختلفات إذن لابد من وجود إشارة خارجية سواء كانت إذا بتتذكروا حكينا عن شو اللي بيعمل هذا كيف بيشتغل نجعل الرسمي هون مسك مع المستقبل مثلا RTK عمل الـ 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 بيعمل الـ بروتين آخر سميناه ماب كينيز هذا الماب كينيز بيعمل الـ بروتينات أخرى بتنتهي في عملية الـ اسمه المك هذا المك شو بيعمل بروح على النواة وين بروح على النواة بروح على المنطقة التي تحتوي على شو بعمل بيحفز عملية الـ لها الـ بصير لعنا إنتاج رنا الـ فبيزيد تركيز الـ بالخلي وإذا زاد تركيز الـ معناها إنه أنا بدي أعمل إيش بصير بدي أعمل بدي أعمل إيش هم كسام وبالتالي بنا نعرف عن هذا الماب بنا نعرف عن نفس الشي عندنا هون الميتوجين سواء كان أو آخره وممكن يعمل مثل ما حكيت بتشكل مع بعض البعض لعملية تحفيز أو تحفيز جين معين بحاجة اللي خلي حتى تستمر في عملية الإنقسام في عندك كمان فاكتور وبروتنات أخرى بتلعب دور كبير في عملية تنظيم هذه الـ على سبيل المثال الـ اللي هم هم عبارة عن بارتبطه مع بعمل بحفظ عملية البسج من الـ الـ فبالتالي الـ ضروري يكون موجود إلى MBF زي ما حكيت بحول وبيحفز الخليط تنتقل من الـ إلى الميتو تكفيز من خلال عملية اللي بيعمل هذا البروتينات المهمة لعملية الكروموسوم وكندنسيشن عملية نيكلور إمبر بريكداون كمان الخيوط المغزرية ظهورها زي ما احنا شايفين هون هاي عنا السايكلين سيدي كيز كومبليكس هاي عنا الاكتف MBF مسك معهم حفزهم وبالتالي حفز الخلية تنتقل من الـ ميتو الذي هو موجود إنا هون وبالتالي تنتقل الخلية إلى الميتو ويصير في عنا называется ومكسام للصيتو بالازم والخلية بتصير خليتين في هاي المرحلة هون وبالتالي بتنتهي عنا الإنقسام وبالتالي بعد ما تنتهي عنا الإنقسام والخلية صار خليتين بحي إشارة جديدة وإنكسام جديد بترد تبلش في هاي السايكل تبلش كمان إنكسام جديد الخيوط المغزلية هاي اللي بتطلع من الأقطاب الخلية من السنتروسوم اللي هي البقاء عن المايكرو تيبيولز تمام كيف بصير عملية التحكم في الأنافاز كي تنفصل كما تدعم بعضها البعض زي ما حكيت الانبي اف بلعب دور كبير في عملية الاكتيفاشن للأبي سي سي اللي هو الأنافاز سايكلوسوم هذا الأبي سي سي هو اللي بيخلي الخيوط المغزلية تشد هاي الكروماتيد وتفصلها عن بعض هاي البعض في الأنافاز وهذا الدينايرو على هذا الجهة والدينايرو على الجهة الثانية وبالتالي الاكتيف اي بي سي سي مهم جدا تتريجر انافاز حتى يحفز الانافاز حتى ننهي عملية الامكسام وعملية الميتوسي الابي سي سي اكتيفات سيستر كروماتيد سيباريش الابي سي تارجد بعض البروتين لأنافاز علشان هيك حكيت قبل شوي انه الكروماتيد اللي بتكونش ماسكة مع الخيوط وبالتالي المات تو هذا البروتين بيأخر عملية السيباريشن بيأخر عملية السيباريشن من خلال تثبيطه للأي بي سي سي فبالتالي المات تو بيجعل الأي بي سي سي بيثبطه بيوقف عمله شو بيعمل الأي بي سي سي مثل ما حكيت قبل شوي الأي بي سي سي بيعمل سيباريشن للكروماتيد طب بما أن الخيوط المغزرية لسه مش ماسكي مع ال-Kin-EtoCore فالمات 2 بأخر عملية separation زي ما احنا شايفين هون هاي أنا ال-Kin-EtoCore شايفين الخيوط هاي هي بقى ال-Micro-Tip-Use الخيوط المغزرية اللي تمسك مع ال-Kin-EtoCore هذا اللي هون وتشد الكروموسومات وننتهي في الأنافيز هاي الأنافيز هذا الكروماتيد بروحها هاي الخلية وهذا الكروماتيد بيجعل خلية هاي فبالتالي شو اللي بصير المات 2 تمام إذا ما كانتش ماسك الخيوط اللي هي المايك نتيبيوز مع الكانيتو كور بروح بيطبط الأي بي سي سي بيحكي للأي بي سي سي لسه ما تعمل انقسام ما تعمل إيش أنا فيز ليش لأنه لسه الخيوط عندي ميش مرتبطة مع الكانيتو كور فبالتالي أنا ما بقدر أشد أنا هاي على الكروموسومات عن بعضها البعض فبالتالي استنى شوي استنى شوية أي بي سي سي حتى الخيوط المغزرية كلياتها ترتبط مع الكانيتو كور بشكل تام بعدين بتقدر انت تعمل عملية إيش فبصير عنا زي ما انتم شايفين هون لهذا الباثوي وبالتالي بتنشد هذه الكروماتيد باتجاهين مختلفات هذا بروح في خليه وهذا بروح في خليه أخرى تمام نفس الشي عنا هون زي ما انتم شايفين فين عن كوهيجين هذه البروتونات اللي بتربط لكروماتيد مع بعضها البعض تمام وفي عنا كمان اللي هي السيبارين اللي هو بيحطم ليا هاي الكوهيجين حتى انه نقدر نفصلهم عن بعضهم البعض فبالتالي السيبارين مع السيكيورين تمام بيحطموا هذا الكلام وبعد ما نحطموا لي ويفصلوا ليهم عن بعض بصلهم تمام وبالتالي بتنتهي هاي العملية لحين السايكل الجديد والسيباريشن جديد وانيو سايكل تمام يا جماعة بيطلع يطلع جنال بيطلع الانتحان يطلع ما في مشكلة تمام ما في مشكلة جماعة هذا بخصوص هذا بخصوص عملية اللي هي الخيوط المغزلية كيف يبتمسك مع كعنيتة كورز تمام وكيف بصيحنا عملية السيباريشن لهاي الكروماتيتس باستخدام باستخدام السيبارين سيكيرين كومبلكس تمام هاي الابي سي زي ما تشايفين هون بصلوا تحطيم بعد ما انه يعمل سيباريشن ويعمل عملية تعزل لهذا الكلام تمام اشتركوا في القناة 陌